وحدتنا البحثية من نحن سيتم تقييم قراءة المتعلمين من خلال النص الأول العيش بسلام حسب معيير القراءة الصحيحة وهي نطق الحروف بشكل صحيح مراعاة الوصل والوقف والتلوين الصوتي ثم سنقوم بمراجعة أسمنت الأفعال من فعل ماض ومضارع وأمر ليتم توظيفها في كتابتنا اليومية سنقوم بالبدء بالمهارة الإملائية كيف نميز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة حيث أن التاء المربوطة هي التي تنطقها عند الوقف وتنطق تاء عند الوصل ككلمات فاطمة لعبة سيارة جديدة أما التاء المفتوحة فتنطق تاء عند الوقف وتاء عند الوصل ككلمات المعلمات في جمع المؤنث السالم ماهرات بنت قالت طبيبات ذهبت ليتا المهمة الكتابية ستكون بأنوان محاربة عمالة الأطفال سنشاهد عدة فيديوهات ونقرأ عدة مقالات للتوصل إلى مفهوم عمالة الأطفال لماذا يجب محاربة عمالة الأطفال ما الهدف من المحافظة على حقوق الأطفال ما الجوانب العقلية والجسمية والنفسية التي تؤثر على حرمان الأطفال من حقوقهم ستبدأ بعد جمع معلوماتك وتوظيف مهاراتك البحثية بكتابة فقرة تتكون من خمسين كلمة مراعيا ما يلي أولا سلامة اللغة ثانيا صحة التراكيب ثالثا توظيف علامات الترقيم رابعا خلو الكتابة من الأخطاء الإملائية وخامسا رسم الحروف بشكل صحيح دمتم بخير وعافية إلى اللقاء في الأسبوع الخامس